التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ مع الرئيس إيميرسون مارغانجوة رئيس جمهورية زيمبابوي وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات لسيما التبادل التجاري والاستثمار سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة للشرق وجنوب أفريقيا كوميسا إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية فضلا عن حص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعظيم تنسيق والتشاور مع الرئيس مانانجوة فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الأفريقي المشترك بما يساهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه الدول الأفريقية من جنبها أكد الرئيس الزيمبابوي تطلع بلاده لتطوير مصار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشققين على شتى الأصعدة رسميا وشعبيا خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري مثمنا الدور الفاعل للرئيس عبدالفتاح السيسي في معالجة القضايا الأفريقية لسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها ومؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التكاون مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة